أما الحرب تنتهي إن شاء الله ويعني شوي يصير وضع آمن بالسوريا بدي عارشة على السوريا أما بها الفترة إذا صح لي نظامي أطلع على أوروبا طالب أطلع على أوروبا سهل نظامي بس أما وتهريب ما أطلع على أوروبا طالب أطلع على أوروبا طالب أطلع على أوروبا الآن في إطنبول الاجتماسيين المغرنين مستخدم أن يتظهر في إطنبول لأنه قايا يتظهر فيها لا يعلم لأنه قايا يتظهرون ولكن عبادة من غير ينتظه فيها أنهم ينتظرون لتعود إلى سيريا في مرة أخرى أكثر من الأفضل الذين يأتي هنا لقد قمت بها المتحدة لذلك من الأفضل الذين نحن 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 أكثر من الأفضل الذين لديهم أشياء درماتي لسبب المتحدة وفوض ضعيف تقريباً بداية السورة عم تدبر حالها يا دوب فبإثناء السورة كثير ماتت ماتت موت يعني صارت يعني مال الله أما في حلب فقد واصل مقاتل الجيش السوري الحر استهداف مطار حلب الدولي ومطار النيرو بالعسكري وأعلن الجيش الحر ما كان فيه استقرار أمان ما كان فيه بعدين يعني شفت أولادي أجا اسمه الاحتياط الجيش فحاولت أني أنقذهم سيطرته على مباني مكافحة الإرهاب والاتصادات والزراعة في المدينة فامطلبنا للأمن لفروعة الأمن فلي بفوت عنا بسوريا عفروعة الأمن يعني مشكلة كبيرة يعني مشكلة كبيرة اللي بلطأ طبعاً فوت على السجن مشكلة كبيرة تعزيب وقتل وضرب فأنا وقد ناهموني في منطال الطابق نطيت وضع هنا بأسطنبول كثير كثير سيء لا يوجد علاج للسوريين إلا كلها بدأت تدفع مصاري بالنسبة للصوبة أول شيء أجارات البيوت غالية وشايفين البيت عندي تعبان ورغم تحت الأرض فغالي فواتير الكهرباء كتير غالية بتجينا فواتير الميك غالية الأكل غالي المواصلات غالية نعم 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 تقوم بالنسبة للمتابعة المنزلات في المنزلين ونظرنا أن هناك تلاحية منهم وهي مصورة كم تشاركة وتحديدون وكما تتحدث مع المنزلات أو مع المنزلات والمعجمية لأنهم يتبعون بالفعل على المنزلات تركية. هناك فرق الكثير. مثل هناك الشام. هناك حسين مخنوقين. العيات صعبة ومعارضة ومشاكل. اختصاصنا بأعمال ما عم نشتغل. فروج عواز. هناك أشخاص من أراضي سيريين الذين يبحثون أن يكون سماغلون إلى غريس ثم يستمرون إلى أوروبا نعلم أيضاً أن بعض الأخرى المغرانين الذين يأتي هنا يستمرون على أوروبا ولكن بطريقة أفضل فإن الساحات اللي طلع على أوروبا مثلاً كأنه علاج كأي شيء ياريت أطلع بأتمنى بس صعبة طلع من هون من تركيا على أوروبا صعبة كتير للسوريين واللي عم روحه عم روحه تهريب والتهريب يا بصل يا أما بموت يا أما فأنا ما بقدر بخاطر إذا ما شغلي نظامية ما باطلع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر